بسم الله الرحمن الرحيم معكم الدكتور محجوب ماجدي رئيس قسم الإرشاد ونوب للتاج الفلاحي على أثر معناتها وجود معلومات بتهريب قطعها الأبقار إلى أشاق فيها الجزائر كانت وزارة فلاحها معناتها ووزارة المشتركة الأخرين اللي هي وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة التجارة معناتها رجعوا للمنشور عدد 24 المهرخ في 30 أفريل 2018 الخدمة هذه ليش جديدة على تونس ليش جديدة في الشارع الحدودي الخدمة دي خدمناها في 2018 و2019 وقتت أكلها وما نقولوش حبس التهريب لكن حددت بقيمة كبيرة من التهريب وكيف حافظنا على القطيع متاعنا أثر ذلك جاءت الكورونا وتساكرت الحدود بعد فتح الحدود زيلا لاحظنا نفس الشيء نفس السياق ثم ورود معلومات بتهريب قطع الأبقار إلى شركة الجزائر ووقعت اجتماعات المركزيات في وزارة الفلاحة والوزارة الأخرى تم تكوين لجنة الوطنية لمتابعة هذا الموضوع كذلك تمت متابعتها باجتماعات إليجان جيهوي برئيس السجل والي وهكاكا قررنا بالعمل بالمشهور عدد 24 الموارخ في 30 أبريل 2018 وهي رأي الحكاية بسيطة شوية أخوان الفلاحين يتقلقوا لكن نراه المحافظة على الثروة الحيوانية للبلاد كما لاحظتم مع تعدم وجود الحليب بصفة كافية نقص الإنتاج وهذا هو سبب تهريب قاطعنا من الأبقار فما استنزاف نقص على حديث كبير عسلم عن تاسي محجوب أنه فما استنزاف للثروات الحيوانية لأنه في تونس ماشية وقعت عدد كبيرة برشا وقعت عدد كبيرة برشا وقعت في الفترة الفاتة التي تابعت فتح الحدود بين تونس والشفيقة الجزيرة لذلك استقنف نشاط تهريب الأبقار وذلك لاحظناه خاصة في نقص مات الحليب المجمعة والمصنعة وإلا مات الحليب حتى في السوم ونحن كإجراء احترازي وخاصة اللي مقابلنا اشتاء ومسموه مع تاباس لكتاسي ومعتقد بقبيعته اللي بقر ينقص في إنتاجه وفي الحليب حتى يبدأ العدد مستقر ينقص إنتاج الحليب وهكاكا استبغنا بيش على الأقل نحد وما تباهر هذه خطر راهو البقر تونسراه مكلف حتى يوالد في تونسراه مكلف بالعملة الصعبة خاطر يوقع الاستيراد وكذلك حتى العلفة معناتها بالنسبة 60-70% هي موردة معناتها في الآخر ثم استنزاف القطيع متعنا ديركتومو معناتها استنزاف للعملة الصعبة متعنا وللمحافظة على القطيع ونحن نقل المنشور على الدربة وشيك والذي يفرض على ناقل الأبقار أن ينقل الهبقر المرقم ومعروف المصدر ومندوبيت الفلاحة هي التي تقدم الخدمات لنقل الأبقار بوصل المسلك وهكذا نكون على الأقل نعرف الحركية في وسط الولاية سوى في وسط التراب الجمهورية باللوصل المسلك هدايا على الأقل نعرف البقرة من خرجت ومن خرجت وهكذا توقع متابعتها العمل بالمشور هدايا يبدأ لربعة الأقبال وكانت نتيجة تقريبا حج عشرين رأس من الأبقار بينها كبيرة وصغيرة والحج هدايا نقوم بإيواءه في ضيعة بيوان الأرابي الدولية وهكذا تكون متابعة كذلك هي هدايا إجراء ردعي لكن على الدولة التوسية وعلى وزارات صحة التختصاص هو دراسة أسباب هذه الظاهرة ومن بين أسباب الظاهرة هذه هي غلاء المواد العلافية وهكذا لا نقول لن يخسر الفلاح لكن نسبة الربح تقل ويلتجأ إلى تهريب الأبقاء لذلك يجب أن نقوم بها خاصة السيطرة على أسعار العلاف كيف عن اختراحات وجهوين وبحثناها لذلك وزارة الإشراف لماذا لا مربي الأبقاء هذه وخاصة الذين ينجوا في الأراخي لماذا لا نقوم بهم منحة كما نقول نحن منحة البكارات التي عملناها في النهوذ بقطيئة الإبل زادة كيف كيف حتى يتم مطالبين لكي نرى الفكرة هذه ونطبقها وغير الإجراء الردعي نحاول الفلاح وهكاكا يستحفظ على القطيئة نرشع إلى التاريخ ممارسة هدية موجودة توجدت 2017 توجدت 2007 من أكثر الأزمات تعرضو لها مربي الماشية هي 2006 2007 معناتها أغلاء المواد العلافية في السوق العالمية بطريقة كبيرة برشا والفلاح لم يجد حسابه وضع كمية كبيرة من قضية الأبقاء الخاصة التي تعتمد على العلاف المركبة أو العلاف المدعمة ورغم ذلك تجاوزناها هذه الأزمة كيف روكينوك فوتوة ونحدده من ظهرها في ظرف حام عمين يرجع القاطعة وإن شاء الله نشكر كيف كيف السيد والي المنطقة التي حارس في المجال هذه وقت اجتماعات معتها اللجنة الجهوية كذلك اتصال مباشر بين مندو بيت الفلاحة اقليم الحرس الوطني مشكورين يعاونوا فينا كذلك الديوانة الحرس الديواني كذلك لدار الجهوية للتجارة ديوان تربية الماشية هذه المجموعة هذه هي التي تعمل على تطبيق ما جاء بالمنشور عدد 24 وإن شاء الله الفلاحة اخواننا يتقلقوا خاصة في هذه إجراءة حدامة كما صار في المجموعة المجموعة حد الحد من ضياع حالة حالة ظهر تأسيس أخرى متجاوزة بقراء وصلنا إلى أكثر قطيع في 2014 تقريبا 15000 رأس ثم واقعا معنا الجفاف وغلاء الآلاف نقصنا شوية لكن تبقى ديما قرصة كما يسمى بصانتي بالرغم الظروف المناخية ونحبوا رأوا بالإجراء ذلك نحفظوا على فلاحتنا ونحفظوا على قاطعنا وشكرا شكرا يا تك الصحة حول موضوع تهريب عدد من رؤوس الأبقار كنا معنا سي محجوب مجدي لي هو رئيس قسم الأرشاد ونهوذ الإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجاوية في تصريح لي كرامة فام شكرا يا تك الصحة